اشترط التهارض لصحة الطواف فإن أحدث رجع وتوضح وأكمل وبنى على ما سأل هذا السؤال دائما يكرر أثناء الطواف مطلوبة توضى أكون متوضعا الجواب نعم لابد أن تكون متوضعا طيب إنسان أحدث شو العمل بيحفظ وين وصل على خلاف بين العلم منهم من قال الشوط هذا ما بيحسبه ومنهم من قال لا يعتد به ويكمل والصواب أنه يعتد به يعني كان في النص فانتقد وضوءه يعني ساوى شوطين في الشوط الثالث في النص انتقد الوضوء شو العمل يذهب ويتوضى ثم يرجع فيكمل من عند النص وبيحسبه اثنين ونص وبيكمل فهكذا يكون وهذا حقيقة ينبغي التنبؤ إنه إذا أردت أن تذهب حاول خفف من الأكل خصوصا إذا كنت وين في الحج الحج إنك تطلع من الطواف تروح تتوضى وترجع أصعب بكثير من من العمرة العمرة اللي بروح حج وبروح عمرة بشوف العمرة شمت هوا في التعبير الأردني يعني نزهة يعني هيك حاجة يعني فسحة أما بالنسبة للحج وتعرف شو معنى الحج فعندها سوف تقول وين العمرة وين الحج فبالتالي أحبائي في الله احرص على قلة الطعام قبل الطواف مش هتثقل وتقول بدي أروح أطوف ولا أنت إيش مزنوق وحشران وعيشتك صارت صعبة لا خفف من الطعام ما استطعت إذا كنت صائما كل الشيء القليل بس تخلص عمرة روح كل إبراحتك وإذا كنت في الحج أيضا اختصر طواف الإفاضة اختصر وهكذا حتى طواف الوداع اختصر طيب نرجع الآن إذن لابد من الوضوء أثناء الطواف من أحدث وخصوصا إذا معك زوجتك وضوء النساء برضو إيش أصعب وأصعب فالصواب أنه أنت وزوجتك خففوا طعام خففوا شراب وبتنزلوا بالطوف وبرحتكوا وعلى الغالب بإذن الله تعالى وضوءكوا بتحافظوا عليه مش بحاجة ولا بكون في أي ضغط طيب